تتعلق بوجود شكوى عليهم من أمين بغداد يطالبهم بإخلاء منازلهم رغم أنهما عدهم كل الأوراق اللي تثبت أنهما طابوا سكني صرف خلونا نروح نشوف والله إحنا بالإضافة إلى مظلومية المنطقة من ناحية الخدمات المنطقة صار لها أكثر من 25 سنة خدمات معدمة بها أحياناً ساحتة التبليط الأموال مرصودة بس ما محل إلى شركة بالإضافة إلى أهالي المظلومية لأهالي المنطقة عندنا مظلومية أخرى وهذه المظلومية الناشد بها تدخل الحكومي العاجل وإحنا مجموعة عوائل ما أكثر من 70 عائلة مشترية قطع عراضي طابوا صرف ومشوية معاملات رسمية مارة عن طريق البلدية مارة عن طريق الضريبة هذا السند هذا سند رسمي هذا سند 2005 وهذا عندي سند 2014 أنا مشتري بـ 2005 سند رسمي طابوا وضريبة تجي العقاري هذا الفسوار الجديد؟ نعم ومحول باسمي وباني وقاع عصاري 20 سنة حالياً مهددين من قبل أمين بغداد أقام دعوة علينا فحوة دعوة سحب الأراضي أبطال السجل وتغريم العوائل المشمولة 500 مليون كل سنة يعني هذا 20 سنة صار لازم أتفع فوق بيت يروح أتفع 10 مليارات السبب شنو؟ السبب تتهم المنطقة بأن هذا توزيع أياد علاوي يعني أياد علاوي رئيس وزراء صار بحكم القانون رئيس وزراء من حقه يزدر القرار من حقه يلغي من حقه يوزع حال حال رسالة وزراء المتعاقبين قبل أياد علاوي موزعة قبل أياد علاوي بس كانت بزمن صدام بس كانت محجوزة بزمن صدام أياد علاوي أصدر قرار رقمه أو 12 في 2004 أزالي الحجز أنت وأوراقكم كاملة كاملة هاي سند رسمي أياد علاوي أزالي الحجز عن أكثر مناطق بغداد اللي موزعة اتفعات الأراضي أنتو استلمتها استلمتها لو اشتريت اشتريت والله اشتريت وراها شو وقت رفعت عليكم دعوة وراها بال2009 صار عليها إشارة حجز صارت لجنة عن طريق وزارة العدل في زمن سيد نور المالكي إشارة وجاء الحجز هذه أريد أسئلك هي المنطقة اللي قادت تحشي عليها هي هاي المنطقة نفس جي منطقة قرارة مقاطعة 16 على 4 يعني بس المحلة تختلف لا لا نفس 864 هي مقاطعة 16 على 4 رفا إلى الخدمات وكملة المجاري وكذا والأمور طيبة ها بالجديد رفعت عليكم دعوة دعوة بالقانون وحضرنا يوم الأحد المحكمة